ازايكم شباب معاكم فادحة ده هتوقع اعطي لكم بفيديو جديد جامد جدا اعطي عشر تلاف لايك على الفيديو ده ولا مش مشترك في القناة زي اشترك فرمز ورحمة تعالى اشترك الفيديو لس مشترك القوة سبسكرايب دبس عليه ودبس على زر الجهاز اشارك اشارك في كل الفيديوهات جدا اللي فنزلها طيب يلا بيعني بدا بصوا يا جماعة اول حاجة الناس هتعلق عليها انا عارف عشان انا كل يوم باشوف التعلاقات ديت هتقول لي فادحة نزهقنا من ترينج ده والله يا جماعة وانا كمان زهقتي منه ايه رأي يكونوا بيعكسني في المايك طيب صاريب يا جماعة ولد زعلو نفسك اهوة والله ولد زعلو نفسك اهوة ولد زعلو نفسك يا جماعة ان شاء الله اخد برد عشان خاطره ولد زعلو نفسك بازرح ان طبعا الجو النهاردة يعني عادي مش حر قوي قصدي مش ساعة وعادي عادي 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 انا قبل كده كنت بصف شهر اثنين عادي يعني كله ده طبعا انا مستخسر بصراحة ان انا افتح الكارتونة دي النهاردة الفيديو بتاع النهاردة مش عشان الكارتونة ديت ليه لان الكارتونة ديت يا جماعة اللي فيها مكينة البراون سيريس هببطين المكينة دي مش هيقدرها ويحس بقيمتها صح قال لناس قليلة جدا وعشان كده انا مأجل شوية الفيديو الخاص بالمكينة دي الناس اللي هتقدر قيمة المكينة دي هي ناس بيفرق معها كل ثانية وكل دقيقة مش مقضيين حياتهم بالبرقة لا اغلبية الناس اللي هتبقى مهتمية بالموضوع ده هي ناس كبيرة شوية مش اغلبية المشتركين عندي من 18 ل 24 سنة طبعا منوريني ومشارفيني في القناة بس عايز اقول ان في بعض المواضيع ساعات بتكلم فيها بتكون مش من اهتمامات او الفئة العمرية ديت بتكون خاصة اكتر بالكبار لان الاهتمامات بتختلف انت لما بتكون كبير في العمر اولوياتك في الحياة واهتماماتك بتختلف ومن كتر مضغوطات الحياة بتتراكم عليك بتبقى محتاج حاجات توفر عليك كل حاجة بتعملها في حياتك مش هيحس بالحاجة دي هي الطالب مثلا يعني طالب كل هامه في الحياة حاليا او كل اللي يشغل دماغه ودراسه ولعبه مثلا غير واحد متجوز وعنده عيال وعنده اولويات مش شرط يكون واحد متجوز ممكن يكون واحد مش متجوز بس عنده كمل تفاصيل اللي عنده في حياته كتير جدا لدرجة انه محتاج حاجة تفرق معاه في كل ثانية وكل دقيقة اناس كتير بتقول لي فادي انت بتشتري حاجات ملهاش لازمة انت بتشتري مكنة وانت عندك مكن كتير لا حبيبي مش هيفهم امت المكنة دي ويقدرها صحة اوي اللي واحد حياته مليانة تفاصيل عمتا شايف ان انا اجل الفيديو ده لان مش وقته فعشان كده مش هتتلم في المكنة النهاردة خالص النهاردة جماعة هنفتح العلبة التالثة اللي هي الاكبر شوية انا ماشي بترتيب الاحجام يا جماعة تمام؟ طيب الغريبة جماعة بصوا لغلبة القارطون جاية ازاي بصوا اما زون مكنش بيبعت لي كارتين مبعد لكن اما مش عارف يعني ليه يل كده هل دي تقطعت من الجمارك ولا لبعتها المش عارف يعني ليه كده يامازون ليه كده pursue Wisconsin wow حسsho Que the economy will stay in the way المحتويات. بص يا فعلا عايز اقول ايه للناس اللي هي الناس اللي بتاعت تقول لي ايه? احنا متضايقين من الترنج دوت. انا عايز اقول لكم خالص يا جماعة. يعني عايز اقول لكم ايه? اهان عليها اقول لكم ايه? طرى والله كبرت الموضوع يا شباب. طيب اخرة خمسة ستة اتنين. طيب بصوا شباب دي دفعت عليها. دفعت على تمامية تلاتة عشرين. كان وزنها تلاتة لبرة. تلاتة لبرة يعني كيلو ونص. دفع شحن تلتمية اربعة وسبعين جنيه. ودافع جمارك ربعمية تسعة واربعين. يبقى المجموع تمنمية تلاتة وعشرين. اول حاجة جماعة معنا النهاردة هي ديت. ماش دي يا شباب اسمها ريهات بيربول سكوات بات. ديت يا جماعة انا مش اول مرة اجيبها. انا كنت جايب منها قبل كده. اهي. لون لسود. طب اين خلاني اجيبها تاني? مع اني انا معي واحدة. دي لازمتها ايه يا جماعة. شايفين البر? البر ده المفروض لما بنيجي نلعب به بنلعب ازاي? يا رب بس ما اكسرش حاجة. بنحطه كده ونقد ننزل ونطلع به. طبعا هيوجع بهرك. فلازم تحط حاجة. بصوا كده. لازم تحط حاجة على البر نفسه. عشان لما تيجي تحطه على رقابتك ما توجع حاجة. بصوا كده. فدي بدخلها كده كويس قوي. وقوم ايه? لما اجي العب طبعا دي كده تبقى مريحة جدا. السؤال بقى هنا. اللي خلاني اجيب واحدة تانية منها. اللي خلاني اجيب واحدة تانية منها ان ده الفرجن المعدل. عشرين عشرين. فرجن عشرين عشرين. صراحة ايه هو التعديل اصلا انا مش عارف. انا ملاحظ اني قربوا ضل من بعض شوية ديقوها شوية. فتقريبا ممكن يكون التضيئة دية بهدف انها تبقى مريحة اكتر او كده. صراحة انا مش عارف بالزبط يعني. ما فيش منها الاحمر وسود. فانا جبت المرادة الاحمر لان كنت جايب قبل كده اللون السود. اتمنى تكون مريحة اكتر. بس التانية اصلا كتت مريحة وجميلة. بس اكيد هنا في تعديل معمول. لما اجرب بقى اعرف. المرة اللي فات السودة دي كان عليها تخفي الدولار واحد بس. بدل حداشر دولار مش عارف بقى عشرة دولار حاجة كده يعني. المرة دي برده بتاشد حداشر دولار بعشرة دولار. دايما حاجة غريبة كل ما لقيها هو تخفي الدولار بس. وفي البلاك فراي داي كمان يعني. حاجة جايين على نفسهم قوي. طيب الحاجة التانية اللي معانا النهاردة. ايوة اللي سمول ريج. دي ايه بقى جماعة تتوقعوا دي تكون ايه? هو ريجو. ديت عبارة عن ده انا عايز اسميه الدراع السحري. مش عارف اسميه ايه بصراحة. فجد ده حاجة عظيمة جدا. ده اختراع عظيم جدا. جدا. ليه? ده اسمه سمول ريج كول بول هيد ارم سوبر كلامب موينت مالتي فونكشن دابل بولت. طب بقول كفاية لحد كده. اصل الاسم كبير. الاسم سطرين. والله انا ممكن اقرأ لكم سطرين عادي مانديش مشكلة. بس لو انت عندكم وقت بقى والله الموضوع كبير. موضوع كبير جدا. طب دي لازمتها ايه? باختصار شديد. بصوا يا جماعة. انتو طبعا عارفين ان انا معايا هنا الكاميرا الكانون 700 دي محطوطة على الحامل. حلو الكلام? طيب انتو طبعا عارفين ان انا فيه مايك جديد شاري بقى لهم. معايا فترة كبيرة وماركون. ماريمي كده ماركون. اللي هو مايك رود انتي جي سري. وفيه شاري معايا ممسجل اللي هو اللي زوم اتش سكس. في ناسات قول لي عيب دلوقتي يا فاية. طبعا انا عمل ايه? هو ستة بالانجليزي كده مش عادة اقول زوم اتش ستة يعني مش المنظر يعني مش. تخيل انت بتقول زوم اتش ستة اللي هو انت لحصلت عربي ولا حصلت اجنابي ولا حصلت يعني اقول ايه ازاي يعني. مش راجب على بعضها يعني. انتو ناقص اقول زوم هيه ستة. مش عارف يعني مش اقولها ازاي طيب. مش عارف يعني. طيب بص يا جماعة. طبعا انت عارفين في معايا جهاز ريكوردر اللي هو الزوم اتش سكس. الجهاز دوت اللي هو بيتوصل بالكاميرا الكانون والمايك بيتوصل بيه ان هو ده الوسيط بين الكاميرا والمايك. المايك ده ما اشتغلش مباشر عالكاميرا للأسف. السؤال هنا. كان فوق الكاميرا بيبقى فيه ممكن اثبت حاجة واحدة بس. يا اما المايك يا اما المسجل صعبة اثبت الاتنين. طب انا عايز اثبت الاتنين. اصبح قدامي ايه ده? ان انا لو سببت المايك فوق الكاميرا. يبقى انا هسببت المسجل فين. ده الحل السحري. ده بكل بساطة المشبك دوت. اوصل دي واشبكها كده في العصاية بتاعت التربود. العصاية ذات نفسها مش الكاميرا نزلة كده على العصاية وبعد كده في الارجل بتاعت التربود. البتاع ده المشبك ده يشبك في التربود. وحط زبط دي على اي وضعيا انا عايزها جماعة القوار دي بكلفة 360 درجة. انت عايز اي تاني? 360 درجة يميش مال فوق تحت زي ما انت عايز. فاصبح ممكن امثبت دي كده واقوم بكل بساطة ارفع العجلة دي كده الفوق. طبعا اربط وامحط الريكوردر. وبكده ده الحل السحري اللي يقدر يخليني اثبت الريكوردر. في نفس الوقت اثبت المايك واثبت كل حاجة على التربود. حل جامد قوي. هو انتوا مفكرين دي لكده بس? لا. انت بقيم عندك شاشة كمبيوتر. وعايز تثبت فوقها اضاءة لد. طب هتثبتها ازاي? كأن الموبايل ده الشاشة بتقوم مثبت دي كده على الشاشة. تمام? وتربطها وتقوم رفع دي الفوق. وتحط اللد. يعني بجد ده حل السحري. رهيب جدا. تقدر تثبت باي حاجة في اي مكان. ده ارد ده. ده ارد ده. ده يعمل العجب ده. تستهونوش بدية. ده سعره اه 11 دولار. تقريبا انا جماعة انا مش فاكر قوي. بس غالبا ده ما كانش عليه تخفيض اصلا. يعني انا كنت جايبه كده وسط الحاجات. لكن تقريبا ما كانش عليه تخفيض اصلا. ده ايه بقى? ده بقى حاجة مهمة جدا لتطور القناع. اختراع رهيب ده جماعة. لد 176. اسمها 176 لد. دي بقى جماعة مخصصة لانها ممكن تضحط فوق الكاميرا الكانون. ده عبارة عن. طب افتحها لك بس الاول. ده عبارة عن ان شاء الله. ده عبارة عن زي ما انت شايفين. فعايز اطلع على تحت ده. اه ايه ده ده اه ليها. بصوا جماعة ده مثبت بيثبت اللد دي فوق الكاميرا الكانون. يعني احط دي فوق الكاميرا. تمام? واقوم رابط هنا. اللد دي فوق الكاميرا الكانون. طب دي لازمتها ايه? بصوا جماعة. ده عبارة عن اضاءة لد 167 لمبة. فيها هنا تحكم في شدة الاضاءة. اقدر علي الاضاءة وبط الاضاءة زي ما عايز. تقريبا شدة الاضاءة من 0% كل ما علي كل ما الاضاءة تزيد. دي لقيتها على الامزون اختفى قيمات عالية جدا. كنت عايز اشتري لد. فتحلت على الامزون كمان في دي. عشان لو انا مثلا مثبت دي فوق الكاميرا اللد ده يضرب في عيني هيخليه مش شايف. ويتعب لي عيني. بالتالي ممكن اركب دي عشان احولها لسوفت بوكس تقليل الاضاءة شوية. وممكن اركب دي تحولها لنور اصفر ما يبقاش لون ابيض. يا شوفوا التحكم. طبعا دي بقى هتحل مشكلة كبيرة. الوقت انتو الاضاءة مسلطة علي الاضاءة تمام. بس انا دي لما تكون قدامي على الكاميرا هتجيب اضاءة مباشرة عليها تحل مشكلة الاضاءة اللي بتبوز من احد الجوانب. الاضاءة المتسلطة مباشرة دي تفلق كدير. كمان لو في قدامي اكل بجربة مثلا او كده. الاضاءة بعيدة شوية مش همش هتجي على الاكل قوي. فده بكل بساطة يتسلط على الاكل يحل المشكلة. حلو جدا ده طبعا اختراع طيب ايه تاني معنا? طب دي بكام? دي جايبها بيه تلاتة و تلاتين دولار وما كانش عليها اي تخفضات يعني. طبعا دي مصمه بقى للكانون والنيكون والسامسونج جميع انواع الكاميرات. فحاجة عايز اقولها يا جماعة دي ممكن تصعبا مع الكمبيوتر. في ناس هتقول لي ازاي? هقولك بدل ما تستخدم ديت الحل السحري اللي قلنا عليه دي اقوم رابط في الشاشة حلو. واقوم نوصل الليد ديت هنا زي ما انتم شايفين واخليها تصلط عليها اسناء الجيمينج. تفرق يا فادي? تفرق طبعا. لان انا الاضاءة السوفت بوكس اي نعم بتخلي صورتي واضحة. بس برضو لما يبقى في اضاءة مباشرة على وش هي هتخلي جودة الكاميرا احسن كتير طبعا. انا جايب حاجات مهمة جدا لتطور القناة يا جماعة. لسه صبره في حاجات تاني حلو. في هنا دي بقى جماعة البطارية. البطارية دي بتركب ورا. هو بصراحة يا جماعة انا في حاجة كده شافها بس مش عارف ده ايه اه ده ده اه ده اه ده بقى عبارة عن ده البتاري باك. كل ده حاجات طبعا النيوير. كل ده حاجات طبعا الليد. ده الشاحن يا جماعة بتطع البطارية. انا اسف في الكلمة. انا ام رازع البطارية هنا. وام وصل ده في فيشة. وبس ولما اجا صور الفيديو ام طلع البطارية ومركبها في الليد. هتشوفوا بقى يا جماعة حاجة تانية جودة تانية خلص من الفيديوهات. انا انا اقول تحكي ده ليه? مش عارف. حماس زائد تقريبا يعني اه ماشي. ماشي يا جماعة. متاخدوش في بالكم متاخدوش في بالكم. حمس زيادة يعني. كل الحاجات اللي انا جايبها النهاردة جماعة مهمة جدا لتطور القناة. زي ما انتم شايفين يا جماعة. ما بخالش بأي حاجة. اه اللي انا بقى طلعتوا ده لوقت يا جماعة. ده بقى بتاع جامد اوي. بتاع جامد اوي ده اللي ما فيش منه. اسمه اا زلد اسمه غريب والله مش عارف احفظه. زديلا 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 سيفن ان وان كارد ريدر. الاسم ده يعني الاختراع الاسم ده ليه ليه بتتعبونا ليه ايه الاسم ده زديلا ايه زديلا ما تعرفش. ده عبارة عن قارئ كروت ميموري ريدر بس ايه ريدر حظيم. سيفن ان وان بيقرأ جميع انواع كروت الميموري بتاعة كاميرات بتاعة التابات بتاعة موبايلات بتاعة كل بتاعة كله. وايه؟ معاه كابل بتوصل بالكمبيوتر وايه نقل بصرعة يو اس بي سري ريدر عالمي. معاه كابل واحد وعشرين انش يعني نقدر نقل له في سمتر كابل يو اس بي بتاع نص متر. بيقرأ بقى ايه من كله. كله. كارد ريدر لكله. بصوا يا جماعة كروت الميموري اللي بيقرأها اس دي واس دي اكس سي وسي اف واس دي اتش سي وام اس و اكس دي. ده ايه ايه الحاجات انا مسمعتش انا عابل جدا. اسمه غريب. اه في الحقيقة البتاعة ده ما كانش عليه تخفيض كبير كان عليه تخفيض يعني انا جايبه باربعتاشر دولار وهو حاليا بسبعتاشر دولار وتقريبا كان عليه تخفيض 3 دولار. ما عادش اغل حاجه واحد. طبعا ده الكاتالوج بتاع النور مش هنحتاجه طبعا. كارت ميموري اكسترين بلو مية تمانية وعشرين جيجا. السرعة بتاعتها بتوصل لمية وسبعين ميجا بايت في الثانية. كارت عظيم جدا 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 سرعته يو سريع جدا. في الحقيقة انا في الاول كنت ناوي اشتري كارت لكسر. اعتقده مني ان الليكسر ده احسن انواع الكروت لكن الاسف الناس قلت لي لا الليكسر مش حل. دخلت اشوف كده تخيمات الناس الليكسر عمتا يعني كده عنك. اتلاقيت ناس كتير جدا بتشتكي من الليكسر وانه بيضرب بسرعة. وساعات ما بيبقاش سريع. يعني فيه ناس كتير بتشتكي من الليكسر يعني. سبعة وطلعين دولار. يعني كل التخفيد كان ستة دلعت حاجة بسيطة يعني. بس كارت عظيم جدا. السرعة بتاعته رهيبة جدا. تخيل الكارت ده مع الريدر. يعني هو دي الشغل العالي بقى جماعة. يعني الوقتي انا معانتش بقى الموضوع بقى اسهل شوية في عام الفيديوهات اللي بتأخر كتير بسبب حاجات عبيطة يعني. الوقت جماعة اصبح الوضع بقى لزيز جدا. يعني هخلص الفيديو من هنا. هطلع الكارتة من هنا. اللي هي كارتة مية وشين جيجا ابرطع فيها ب راحتي. مش عاد كل شوية بقى امسح من الميموري. لأ خلق ابرطع. الكارتة اللي كنت حطها هنا كاتر باستين جيجا دي مية ثمانية وعشرين. تعرفوا ان في مين هاتيرة? عارفين كتيرها بكام بقى? تلتمية تلتمية تلاتة وتسعة دولار. يلاوي. يلاوي. تلتمية تلاتة يعني اكتر من خمس تلاف جنيه ده ولا ايه. كان من الرقم ده. انا عندي احساس انه هيبدأ قطاقها رهيبة. حاجة ايه. طب تجون تجون تجربوا كده جماعة في الفيديو ده بالمرة ولا احسن تقولوا علي. ممكن بقى في ناس تقول لك اه ده عايز يجربوا في فيديو الوحد. الله حبيبي يعني. يا جماعنا من تاخدين عندي امتباع وحش يعني جماعنا مش كده يعني. طب دي بترك ايوة ايه 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 انا اتحميت. انتو مش شايفيننا جماعة الوقت من قوت الاضاقة. البتاعد اختراع جامد بص جماعة الاضاقة الوقت على ستة وعشرين بص يا لهوي. يا لهوي. ايه اقل حاجة عشر انا بيقلش عن كده. بص بص بص. بص ومش شايفكم. ايه ده يا جدعاء يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خليته الوقت على تسعة وتسعين. اشتنو ايه ده يا لهوي. طبعا هنا مما اجي اعمل فيديو. لكن مش مش شايفت حميت والله الاضاقة قوية جدا دي جماعة. استنو كده اخليه على خمسين. بص 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 الألقام من الورى دي. الله 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 ده بيلعب يا سلام. بص ايه ده يا لهوي يا جدعاء انسوا كل الاضاقة اللي عندي خلاص انسوا 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 بصوا لما حط ده على واحدة بقى شوه يبقى فوق الكاميرا يا لهو يا جدعاد يا لهو هجيب لايكات. خلاص انا بعد كده هجيب لقدر كده جماعة عاملوا على درجة. احنا بنتكلم في واحد وعشرين. انا ايه ده يا جدعان مال لو استخدمتها عند الكمبيوتر يا لهو يا جدعان. ايه ده يا جدعان بصوا وش بقى عامل ازاي? وقضاء مبشرة يعني اللي هو بقى ايه الكارتونة دي لما اخذه تجي تظلل عليها مش هتعرف لان ده اقضاء مبشرة فوق الكاميرا. مش هتعرف تظلل عليك الكارتون. اختراع جامد جدعان. اول ده بقى الاستيال اللي اتقال عليك جامد جدعان. عشان تعرف انا بجيبها حاجات حلوة حاجات حلوة الحلوة هو مهمة هنكسر الازاز والله هنشتعرف انا بجيبها حاجات حلوة للقناة. حاجات حلوة للقناة جدعان وانتم مستغفرين sleeve بتاعته جامد جامد. مقداش اقول اه بصوا يا سورية يا صور أجم Guardику ولكنت اجد افتح جريح رهيب ايه يا جماعة ؟ ده مش ان لا تتعصر زوجة عميين فإنه انتوا بستصدقون فيديوهات ليست صدق اذا قلت ان هشد بخير انتوا بعضيه اعتذرون انتوا مش هتصدقوا ايه منا level هذا تبدأ حمر ايه منا بذب ثم wounded ايه Andy زوجه llamado انا بيض مش عمر. الاضح دي غريبة والله. بص لو حطنا البتاع ده يحولها الاضحة صفرة بصوا. بس طبعا انا حطتها بالكيسة دعية المفروض تتشلم الكيسة. بس والله جماعنا مش عايزة اطول عليكم بقى في الفيديو. بس والله عشان خاطركم ممكن نجربها ما فيش مشكلة. احسن تقول علي بقى ان انا ايه هاد اضاعه وقتكو. وعملها في فيديو مخصوص. جدعان اهدوا علي شوية لو سمحتم. الاضحة دي اختراع جدعان. الاضحة دي. حاجة حاجة اختراع. يا لعو يا جدعان. مش انا. انا مش مصد. انا دي مش هتبدي تنسية تبقى فيديوهاتي. لا بقى انا طب ازاي. انا بقى كده يا لعو يا جدعان. انت لما تشوفوا الفيديوهات كده هيبقى هين عليكم كل واحد لو يحط اللايك ميت مرة حتى بس مش هتعرفوا عشان مش هيبقى فيه غير لايك واحدة. احسنوا كده انحط بقى السوفت بوكس اللا بيض. هنجرب بقى السوفت بوكس اللا بيض. هلاله اهه. طب انا بس في حاجة ما استغربها. انا في الكاميرا ويش خدودي حمرة عن الكشف لانه ابيض ما ده بقى السحر الكشف ده غريب الكشف ده جماعة يضرب كل الكشفات اللي عن طب ايه رأيكم اجربه لكم انا طف الكشفات التانية طز في الكشفات التانية اهو اهو يلا اهو يعني لا هيبقى ضعيف لوحده طبعا لوحده هيبقى ماينفعش لازم لا بصوا اصلا هو كشف ايه لا انا كده عفريت لما اخذه مش هينفع يعني مش كده يعني مش للدرجاتي هو زي ايه اجابا اضاءة مساعدة يعني الواحده ماينفعش لان هو مش كشف كبير في كشفات لد بتبقى كبيرة الراس بتاعتها كشف يكشف المنطقة كلها يعني يخليك كلك منور النصوص في حدود منطقة معينة فبرضه مش هستغنى عن الكشفات الاصلية بصوا جمع Her mo ادعي على فريت البسك ادعي على تصليك لا يوجدها جميع اصلاك لا يوجد اصلاك اي شيء طبعا تكلفة هذه الحاجات 100 دولار يعني 1700 جنيه دفعت عليهم 823 هذا الوحده يستهل لايكات لايكات في الفيديو هذا الوحده اعم بالفيديو والله انا معارف نفسي بس كده جماعة اتمنى يكون الفيديو عجبكم وشكرا جدا لكم واللقاء اخر في فيديو جديد